أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لموقف توفر السلع بالأسواق وأوضح رئيس الوزراء خلال اجتماعاً له أن هذا الاهتمام يأتي في إطار الحرص على ضمان توفر مختلف السلع للمواطنين وبخاصة السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة لأسيماً مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم وخلال الاجتماع تم تأكيد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في الحدود المطمئنة مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير القادم